تبادل المسيحيون في المملكة التهاني بحلول عيد الفصح المجيد وبهذه المناسبة المباركة أقيمت في الكنائس الأردنية العديد من الأمسيات الروحية الفصحية المميزة كما أقيمت صلوات وطلبات وابتهالات روحية بحضور الأباء الكهنة وجموع المؤمنين إلى التفاصيل بعد رحلة الصوم الأربعين المقدس وصولا إلى أحد الفصح المجيد عمت الأفراح قلوب المؤمنين من كافة الكنائس في الأردن وصدحت بالترانيم المسيح قام من بين الأموات هذه المناسبة البهيجة التي تعد فرصة لالتقاء العائلات والأصدقاء غايتها تعميق روح المحبة والأخوة بين عموم الناس وفي صبيحة يوم العيد أقيمت في الكنائس الصلوات والقداديس وأضيئت الشموع وتلية العظات والدعوات واستذكر الرؤساء الكنائس والآباء في عظاتهم المبادئ والمعاني التي جاءت بها رسالة الرب يسوع المسيح لأجل خلاص البشر بما فيها من تضحية وفداء للبشرية جمعاء من أجل إرساء المحبة والسلام ففي كاتدرائي الدخول السيد إلى الهيكل الصيفية وبمناسبة عيد الفصح المجيد ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطالة مطران الأردني للروم الأرثذوكس خدمة قداس أحد الفصح العظيم عاونه في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان بحضور جمع غفير من المحتفلين وفي عظة القداس دعا سيادته الله العلي القدير أن يجمع أبناء الرعاية على الفرح والسلام الحقيقي حتى نستطيع أن نحب بعضنا بعضا ونحب المسيح والعالم أجمع وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على بلادنا المقدسة كما أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية قداس أحد الفصح المجيد وقد ترأس القداس سيادة المطران جمال خضر النائب البطرياركي للاتين في الأردن بمعاونة الأب حنى كلداني راعي الكنيسة وحضور جموع حاشدة من المؤمنين وفي رسالته الفصحية وجه سيادته إلى الاستعدادات الروحية لعيد الفصح من خلال المصالحة مع القريب لافتا إلى أهمية تطهير القلوب من كل حقد وضغينة ومن كل شر وخطيئة لكي ينال المؤمن نعمة عيد القيامة وفي ختام عظته رفع المطران خضر الدعاء إلى الله بأن يديم نعمة الأمن والاستقرار في وطننا الأردن في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وخلال احتفالات عيد الفصح التي عمت كنائس المملكة في شمالها ووسطها وجنوبها استذكر المؤمنون في صلواتهم مدينة القدس لكي تبقى مدينة مقدسة للسلام وحضارة للمحبة لأن على أرضها المقدسة عاش السيد المسيح تجربة الأربعين يوما قبل دخوله لأرشليم القدس ومنها قام من بين الأموات وصعد بمجد إلى أعالي السماوات وبهذه المناسبة المباركة يسر فضائية نرسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بمديرتها الإقليمية الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل أن تتقدم بخالص التهنئة والتبريك إلى كافة الأخوة المسيحيين راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والهناء والسعادة وأن يحفظ الأردن ملكاً ووطناً وشعباً وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة وسلام